بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء السادس من المحاضرة الثانية في المحور السادس نتناول في هذا الفيديو شرح للمثال الثالث المعطيات كالآتي knowing that for the extruded beam shown the allowable stress is 120 MPa in tension and 150 MPa in compression the question is determine the largest couple M that can be applied هذا البيم fix it from one side عليه عزم وهو محل السؤال المقاسات كالآتي والمميزات هنا لهذه المادة المصنوعة منها البيم هي أن الإجهاد المسموح به في التنشن 120 MPa والمسموح به في الكمبريشن 150 MPa بداية لا بد من معرفة مكان السنترويد حتى نبحث عن المسافات التي تفصل مراكز الأشكال حتى يتسنى لنا حساب الـ i1 والـ i2 طبعاً تطبيق القانون الـ parallel access theorem في البداية لا بد من إكمال هذا الجدول وتقسيم الشكل العام للـ cross section إلى أشكال هذه الفرعية بسيطة معنا الشكل الأول هو شكل مستطيل والشكل الثاني هو شكل مربع لكن الشكل المستطيل الأول هو شكل يعني مليء بالمادة solid rectangle لكن الشكل الثاني هو cut out يعني فراغ فحسابات الـ area والmoment of inertia على هذا الفراغ تكون على طول سالبة نحدد هنا مكان السنترويد للشكل الأول هي في الوسط هنا نحدد مكان السنترويد للشكل الثاني أيضاً هنا في الوسط طبعاً في الوسط هذه 48 في الوسط هذه 30 كيف تحصلنا عليها الطريقة كالآتي هنا 48 ناقص 36 يفضل هنا 12 ملي متر 12 ملي متر بنزيدها كم بنزيدها نصف 36 اللي هي 18 يطلع معانا 30 30 ملي متر نعود هنا و إجمالي التوتل لسيجما هي تكون إيش تكون لأنه 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 سيجما أي إي آي واي آي لأنه تكون إيش في الأخير يطلع معانا مكان السنترويد 55.04 ملي متر يعني هنا تقريباً فوق شوية لتطبيق قانون الparallel access theorem لابد من معرفة مكانة D1 والD2 D1 تساوي كم D1 هي المسافة الفاصلة بين سنترويد الشكل كله ومركز الشكل واحد اللي هي كم 55.04 ناقص 48 تجي معنا D1 كم 7.04 ملي متر الD2 هي المكان الفاصل بين مكان مركز الشكل ومركز الشكل رقم 2 اللي هي 55.04 ناقص 30 تجي معنا 25.04 حساب يستعمل فيه قانون الparallel access theorem مع القانون بداية القانون الأصلي BHQ على 12 زائد AD تربيع نفس القانون يطبق في I2 أول ما حددنا قيمة I1 والI2 إجمالي I total هي I1 ناقص I2 ليش ناقص لأنه I2 فرغ يطلع معنا قيمة I total لحساب لحساب هنا السيجما نحتاج قيمة Y ليش قيمة Y؟ نحتاج قيمة Y لأنه هنا من فوق يعني هنا معانا جهة الشد وهنا تحت معانا جهة الضغط فلا بد من معرفة ال-Y يعني المسافة الفاصلة بين السنترويد وال-TOP يعني Y-TOP ثم المسافة الفاصلة بين السنترويد وال-Y في البطن تحت ال-Y-TOP تساوي 96 ناقص مكان السنترويد و-Y-BUTTON تساوي مكان السنترويد مباشرة نطبق القانون الطوب سايد هو عليه التنشن فالعزم احنا نبحث عن العزم طبعا ال-M كل الباقي معطى السيجما اللوبل في التنشن معطى 120 ميجا باسكال والسيجما اللوبل في الكمبريشن تساوي 150 ميجا باسكال فتستعمل القيم هذه مباشرة مع ال-I وال-Y ال-Y هنا في التوب وال-Y هنا في البطن على طول يطلع معنا قيمة العزم بالنسبة للتنشن سايد 8.25 كيلو نيوتن متر وفي الكمبريشن سايد يطلع معنا 7.67 كيلو نيوتن متر طبعا يتم تحديد الأصغر M-Lobal المسموح به العزم المسموح به في هذه الحالة هو الأصغر فيكون 7.67 كيلو نيوتن متر ترجمة نانسي قنقر